مرحبا بكم في قناة الأكاديمية الأمريكية العربية اليوم سنتكلم عن أسئلة العائلة وهي الأسئلة الشخصية الخاصة في امتحان الجنسية الأمريكية وهذا الفيديو مهم جدا ليس فقط للأشخاص الذين سيمتحنون حسب الكتاب القديم أو الكتاب الجديد في اختبار الجنسية الأمريكية وإنما أيضا إلى هؤلاء الأشخاص الذين يودون تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية لنبدأ ونعرف تفاصيل هذا الأسئلة وكيفية الإجابة عليها وكيفية تطوير نفسنا طبعا قبل أن نبدأ نود أن نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير وHappy Thanksgiving عيد شكر سعيد للكل ونتمنى للجميع النجاح والحصول على الجنسية الأمريكية إن شاء الله طبعا تذكروا أنك Thanksgiving هي كلمة مهمة جدا في الامتحان يجب عليكم أن تعرفوا كيف أن تقولوها وكيف أن تكتبوها ومتى يحصلها في أي تاريخ ويوم هذا العيد لأنه مهم جدا في الامتحان فHappy Thanksgiving to you لكم ولعالتكم لنبدأ في درس اليوم طبعا قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية من خلال الاشتراك في قناتنا الاشتراك والضغوط على زر الإعجاب اللايك وأيضا تفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من فيديوهاتنا التي نضعه على قناتنا وأيضا مشاركة الفيديو مع كل المهتمين في أمور الجنسية وامتحان الجنسية الأمريكية وأيضا تطوير مهاراتهم في اللغة الإنجليزية نشكر دعناكم المتواصل فهذا يشجعنا ويساعد أن نضع لكم ببيوهات جديدة نتمنى أن نرى منكم مساعدنا في ألف مشترك جديد خلال الأسبوع القادم وهذا سيساعدنا أكثر في أكثر ونشكر دعمكم المتواصل لنا فانشروا القناة مع كل المهتمين في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام وعمل كل الأشخاص الذين لا يعرفون عنها بعد شكرا لكم لنبدأ في درس اليوم طبعا هذا في البداية للأشخاص الذين يملكون حساب فيسبوك ولا يعرفون موقعنا فيمكنكم أيضا البحث عن الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية فهذا هو غلاف صفحتنا يمكنكم الاشتراك في صفحتنا صفحة الفيسبوك لأننا نضع أخبار ومواضيع وأيضا تهنيئات من أشخاص الذين نجعوا في الامتحان وأيضا نضع اختبارات قصيرة فيما يخص الجنسية وتعلم اللغة الإنجليزية فهذه هي صفحة الفيسبوك الخاصة بنا أيضا هذه هي صفحة الانستغرام الخاص بنا فهو شكرا لكم أيضا البحث عنها والاشتراك بها لأننا أيضا نضع هنا تعابير وكلمات لتطول مهارات اللغة وأيضا أخبار وثقافات وأشياء مهمة تخص في اللغة وأخبار الجنسية والتعلم وأشياء مفيدة لكم لنبدأ في درس اليوم وهو المقابلة وأسئلة العائلة المهمة طبعا مرة أخرى هنا هو هذا الضابط ضابط الهجرة الأمريكي وهذه الممتحنة المتقدمة بطلب التجنس هنا السؤال الأول طبعا تعرفونا في اللغة العربية توجد الإضافة أيضا في اللغة لينجيزية توجد الإضافة هنا مثلا الكوما اس ما هو اسم والدتك أو والدتك طبعا يطلب منك اسم الأم فتخبر الاسم الأم طبعا حسب اسم والدتك فهذه الممتحنة قالت أن اسم أم والدتها أمها نسرين نسرين آدم نسرين آدم آدم نسرين آدم يعني في المستقبل سأحاول أن أضع لكم فيديوهات جديدة تخص بتطوير مهاراتكم في اللفظ حسب اللفظ الأمريكي يعني لكي تتعود على اللفظ وأيضا لا تتفاجأ عندما تسمع الضابط يتكلم بلهجة معينة وأنت لا تفهمها فمثلا هنا نسرين آدم نسرين آدم نسرين آدم اسم والدتها السؤال آخر ما هو اسم والدك طبعا هنا الجواب تذكر اسم والدك مثلا حسب الاسم كريم كريم أحمد هلمي كريم أحمد هلمي يعني حتى لو أنت يعني نعرف إحنا في اللغة العربية كريم أحمد هلمي عندنا صوت الحق يعني هما لا يوجد حرف الحق في اللغة الإنجليزية فأنت يمكن أن نسمحنا البريتاند يعني أن تتظاهر وأن الصوت هو صوت الها مثلا كريم آحمد آمد هلمي يعني هما من يقرؤون الاسم مثلا آمد تسمع هذه الألفاظ لكي تلفظها بصورة يعني مقاربة لهم يعني البعض من الأشخاص يقول أنا أتكلم في اللغة الإنجليزية وأن الشخص الأمريكي لا يفهمني لماذا؟ أنا أقول لك السبب السبب لأنك تتكلم بحروف عربية يعني أنت تتكلم عربي لكن في الكلمات الإنجليزية فلذلك يكون صعب على الضابط أن يفهم ماذا تقول لأنه قلت مثلا آح آح صوت الحق لا يوجد في الإنجليزي فلذلك يكون صعب عليه أن يفهمك بنفس الوقت عندما أنت لا تفهم الضابط هو هو الذي يتكلم في اللغة الإنجليزية لأنه يستخدم حسب الأصوات في لهجته لذلك يجب عليك أن تتعود على هذه الأصوات سأضع لكم فيديو خاص في هذا الموضوع في المستقبل القريب إن شاء الله كريم آمد حلمي كريم آمد حلمي كريم أحمد حلمي السؤال الآخر is your mother or father a U.S. citizen is your mother or father a U.S. citizen is your mother ليس mother or father is your mother or father is your mother or father a U.S. citizen is your mother or father a U.S. citizen لاحظ في النطق السريع كيف أكو حروف تدمج تختصر is your mother or father a U.S. citizen is your mother or father a U.S. citizen is your mother or father a U.S. citizen هل والدتك أو والدك مواطن أمريكي؟ طبعاً أنت ممكن هذا حسب الشخص طبعاً بعض الأشخاص ربما أنه والدته أصبح مواطنين أمريكيين أما البعض الآخر ربما لا ليس بعد فممكن أن تقول بيس أو ممكن أن تقول بنو يعني نعم أو لا نعم أو لا السؤال الآخر when did they become U.S. citizens يعني إذا هم أصبحوا مواطنين أمريكيين طبعاً حيسألك سؤال يقول لك يسأل متى أصبحوا مواطنين أمريكيين يقول لك أو مثلاً إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين فكان جوابك بلا سينتقل إلى سؤال آخر ولا يسألكو هذا السؤال مثل when did when did they become U.S. citizens 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 متى أصبحوا مواطنين أمريكيين ممكن أن تقول السنة التي أصبحوا بها مواطنين أمريكيين وسيتجنب الضابط هذا السؤال إذا كان والدك أو والدتك غير مواطنين أمريكيين طبعاً هنا لنتظاهر أن هذه كان أهلها مواطنين أمريكيين فتقول الجواب هنا 2015 يعني في عام 2015 أو ممكن أن تقول 5 years ago أريد منك أن تتعلم هذا التعبير 5 years ago ممكن تقول 2 years ago ممكن تقول 6 years ago ممكن تقول 10 years ago يعني مجرد أن تغير الرقم لكن أريد منك أن تتعلم هذا التعبير 5 years ago يعني قبل خمس سنوات قبل عشر سنوات قبل سنتان قبل خمسة عشر سنة يعني الرقم يتغير لكن أريدك أن تتعلم هذا التعبير years ago years ago قبل رقم عدد السنوات وتذكر العبارة مع بعض 5 years ago قبل خمس سنوات 5 years ago 5 years ago أو 6 years ago أو 7 years ago يعني حسب السنة طبعا إذا كانوا الأهل معاطنين أمريكيين هنا أيضا السؤال الآخر Where they married before you turned 18 years old Where they married before you turned 18 years old Where they married before you turned 18 years old هل كانوا متزوجين قبله بلغة سنة الثامنة عشر عامين طبعا هذا السؤال يعتمد مرة أخرى حسب الوضع الشخصي أو العائلة ربما أن الأب والأم طبعا ما زالوا متزوجين عندما أصبح الممتحن أمر الثامنة عشر أو مربما يكون منفسرين أو ربما أرمل أو أرمل حسب الوضع العائلي ومرأة أخرى Where they married before you turned 18 years old طبعا الجواب هنا يعتمد مرة أخرى هنا حسب هذه الممتحنة Yes نعم How many children do you have How many مرة أخرى عندما تسمع How many يعني كم العدد How many children do you have كم طفلا لديك أو ربما يسأل الضغط بسلوب آخر Do you have children Do you have children طبعا إذا كان الشخص الممتحن أو الممتحنة متزوج أو أعزب عنده أطفال وليس عنده أطفال يسأل إذا كان عنده أطفال كم عدد الأطفال إذا لم يكن أو هل عندهم أطفال أو ما زالوا ليس بعض هذه الأسئلة How many children do you have How many children do you have كم طفلا لديك أو سؤال بسلوب آخر Do you have children Do you have children هل لديك أطفال طبعا تعرفون بعض الأمريكان عندما يتحدثون يستخدمون أيضا كلمة kids يعني خلي في بالك أنه كلمة kids أيضا هي للإشارة إلى الأطفال Children How many children do you have How many children do you have كم طفلا لديك Do you have children هل لديك أطفال طبعا حسب السؤال إذا يسأل عن العدد ممكن أن تقول إثنان ثلاثة أربعة خمسة أو واحد حسب العدد يعني إثنان هنا وضعنا كلمة إثنان العدد إثنان يعني boy ولد وبنت girl ولد وبنت boy and girl إثنان هنا أو ممكن لا ليس بعد لا توجد أطفال No I don't have 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 ليس لدي أطفال No I don't have No I don't have No I don't have No I don't have ليس لدي أطفال السؤال الآخر هنا How many brothers sisters do you have How many brothers sisters do you have أيضا مرة أخرى How many للعدد How many brothers sisters do you have كم أخ أو أخت لديك هنا السؤال الآخر بسلوب آخر Do you have splings splings يعني معناها brothers and sisters مرة أخرى يعني splings يعني brothers and sisters How do you have splings brothers and sisters هل لديك أخوان أخوات يعني how many brothers sisters do you have How many brothers sisters do you have كم أخ أو أخت لديك أو السؤال بسلوب آخر Do you have splings يجب التركيز على هذه الكلمة لأنها تعني أيضا أخوان أو أخوات Do you have Do you have splings يعني brothers and sisters طبعا الجواب ممكن تقول yes اثنان أو تقول no I don't have brothers and sisters يعني حسب وضعك أنت ليس لديك أخوان أو ممكن عندي أخو وأخت أو ممكن عندي ثلاثة اثنيا أخوات وأخ وحسب يعني حسب العائلة وحسب وضعك أنت وعائلتك مثلا هنا two وضعنا two اثنان أخ وأخت like brother and sister أو ممكن تقول no I don't have ليس لديك أخوان السؤال آخر هنا what are their names طبعا إذا كان عندك أطفال أو إذا كان عندك أخوان وأخوات ربما سيسأل الضابط عن أسماءهم الشخصية what are their names 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 ربما أني سيسأل عن الأسماء ما هي أسماءهم أنت ستقول أسماءهم هنا وضعنا فقط أسمين فقط ممكن تقول ريما أندرامي طبعا حسب أسماء أطفالك أو أسماء أخوانك أو أخواتك إذا كان عندك أطفال أو أخوان أخوات ريما أندرامي السؤال آخر هنا where كما تتذكر من الدرس السابق عندما تحدثنا عن كلمة where and where هنا هذا الفعل وهذه أداة السؤال هي نفس اللبض لكن باختلاف الكتابة هنا فيها حرف الـ H هنا لا يوجد حرف الـ H where where your children 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 يعني أطفالك أو splings يعني أخوانك يعني brothers and sisters هنا دمجنا السؤال مع بعض يعني السؤال سألك الضابط عن أين أولد أطفالك أو أخوانك وأخواتك أين أولدوا مكان أولادتهم where لأن هنا where لسؤال عن المكان where where your children splings يعني brothers and sisters born where where your children splings or brothers and sisters born أين أولدوا أطفالك أو أخوانك وأخواتك مثلا هنا تذكر طبعا اسم المكان البلد التي ولدوا فيه ربما ولدوا في أمريكا ربما ولدوا في مصر ربما ولدوا في سودان ربما ولدوا في اليمن بالأردن فلسطين الليبيا الجزائر المغرب العراق كويت الإمارات البحرين قطر سعودية يعني حسب البلد الذي ولدوا فيه تذكر اسم البلد فهنا وضعنا كلمة أو الاسم البلد العراق السؤال الآخر هنا where do they currently live currently عندما تسمع كلمة currently يعني في الوقت الحالي أو حاليا where أيضا مرة أخرى هنا الwhere التي تحتوي على حرف الـ H هي للسؤال عن المكان أداة الاستفام هنا where do they currently live يعني هذي كلمة الwhere يعني نحن في اللغة الإنجليزية نحن في اللغة الإنجليزية نسميها الـ WH question الـ WH يعني تبدأ بحرف الـ W وبعدها يأتي حرف الـ H يعني الـ WH question يعني where do they currently live where do they currently live where do they currently live أين يعيشون حاليا أين يعيشون وإين يسكنون حاليا where do they currently live where do they currently live طبعا ممكن حسب وضعك وحسب أين هما يعيشون الآن ممكن يعيشون معك في نفس البيت ممكن تقول with me معي أو ممكن تذكر اسم المكان الذي يعيشون فيه سواء كان اسم الولاية أو اسم البلد فهنا وضعنا اختيارين فقط هو with me معي أو ممكن يعيشون مع أخي مع أختي مع أمي مع أبي وهكذا فقط تغير هذه الكلمة مثلا with me معي with my brother مع أخي with my sister مع أختي with my father مع أبي with my mother مع أمي وهكذا تغير الكلمات أيضا تغير هنا اسم البلد واسم المكان مثلا هنا وضعنا كلمة العراق ممكن أن تذكر اسم الولاية أو اسم المدينة أو اسم البلد أين يعيشون حاليا السؤال الآخر هنا is your child your biological child step child or adopted child is your child your biological child step child or adopted child يعني هنا يسألك هل طفلك هو طفلك البيولوجي ابن الزوج أو الطفل بالتبني يعني البيولوجي الاسمي يعني ابنك من صلبك يعني فيسأل هل هو ابنك أو طفلك من صلبك أو هل هو ابن الزوج أو ابن الزوجة أو هو طفل بالتبني هنا عندما يكون عندك أطفال يسأل على اسماءهم وعمارهم وهل هم أطفالك من نفس يعني صلبك أو من هم من الزوج أو من الزوجة أو بالتبني Is your child your biological child, step child or adopted Step child يعني step child هذا يعني ابن الزوج أو ابن الزوجة Adopted child يعني الطفل بالتبني أما biological child ابنك يعني هو ابنك من صلبك الجواب هنا طبعا يعتمد حسب وضعك أنت سواء كان ابنك أو ابن الزوج أو لم يكن عندك أطفال هنا للتذكير مرة أخرى عن كتاب وسيدي اختبار الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية طبعا مرة أخرى نذكركم بأن الأكاديمية الأمريكية يوجد في مكتبتها كتابين الكتاب القديم والكتاب الجديد الكتاب القديم طبعا هو للمتقدمين بطلب التجنس قبل تاريخ 1-12-2020 والكتاب الجديد المتقدمين بطلب التجنس في تاريخ 1-12-2020 وما بعد تاريخ 1-12-2020 لطلب نسخة من هذا الكتاب يمكنكم التواصل مع الأكاديمية عن طريق الهاتف يما بإرسال نصية أو التصال على رقم الهاتف 949-516-1100 949-516-1100 طبعا أيضا هذا موقعنا الألكتروني www.taa-a.com أيضا هذا الكتاب طبعا هذا شكل الكتاب القديم الذي يحتوي على المئة سؤال مع جزء القراءة والكتابة والapplication ومفردات للحفظ والتمارين للتدريب والدراسة طبعا الكتاب هو في اللغة الإنجليزية والعربية مترجم وأيضا اللفظ في اللغة الإنجليزية لكن في حروف عربية ويأتي مع سيدي يمكنك تشغيله في السيارة أو الحاسوب طبعا الكتاب القديم سعره هو 29 دولار فقط يوجد عليه شعار الأكاديمية وهاتف الأكاديمية أيضا هذا الكتاب أيضا موجود في مكتبة الأكاديمية واسمه عليه الكتاب القديم أيضا هذا شكل الكتاب الحديث الجديد الذي يحتوي 128 سؤال الجديدة مع جزء القراءة والكتابة والapplication والمفردات والتمارين أيضا يأتي هذا مع سيدي في جميع الأسئلة أيضا هذا يحتوي على سيدي في اللفظ وأيضا في اللغة العربية والإنجليزية وهذا الكتاب أيضا هو في اللغة الإنجليزية والعربية واللفظ في اللغة الإنجليزية لكن بحروف عربية أيضا يوجد عرض على هذا الكتاب الجديد مع سيدي مجاني مع هذا الكتاب للأشخاص الذين يطلبون خلال هذه عشرة الأيام الحالية أيضا سنضع لكم في أسفل هذا الفيديو في الوصف رابط الكتاب القديم ورابط الكتاب الجديد أيضا وإذا لم تستطيعوا طلب هذا الكتب يمكنكم التواصل مع الأكاديمية مر أخرى عن طريق الهاتف 949-516-1100 طبعا مرة أخرى لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة الأكاديمية الأمريكية العربية من خلال الـ Subscribe والضغط على زر اللايك الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا والفيديوهات التي نضعه لكم وأيضا مشاركة القناة مع كل المهتمين نشكر دعمكم متواصل لنا لأن هذا يشجعنا أن نضع لكم فيديوهات جديدة وبكل ما تطلبون نرجو منكم أن تكتبوا في التعليقات ماذا تريدون من الفيديوهات لكي نعمل لكم فيديوهات خاصة في هذا المجال شكرا لكم شكرا لمتابعتكم لقناتنا ولدعمكم المتواصل نتمنى أن نرى ألف متابع خلال هذا الأسبوع القادم من خلال دعمكم لقناتنا شكرا لكم نتمنى النجاح والتوفيق للجميع ومرة أخرى نتمنى للكل عيد شكر سعيد وانتظرونا في فيديو آخر جديد قريبا إن شاء الله